دخلت اليوم حيز التنفيذ القرارات التي أعلن عنها الفريق الوطني لتصدي لفيروس كورونا والتي تهدف لدعم وتعزيز الجهود الوطنية للتصدي لهذه الجائحة واستكمالا للإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا ما أن دقت الساعة معلنة انتصاف ليلة الجمعة حتى دخلت حيز التنفيذ القرارات التي أعلن عنها الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا قرارات جاءت استكمالا لما نهضت به مملكة البحرين من مسؤولية الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع حيث قامت المملكة منذ ظهور الفيروس برفع درجة التأهب لمواجهته وذلك من خلال إطلاق حزمة واسعة من القرارات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المدروسة والتي ساهمت إلى حد كبير في تحجيم وتقليل الأضرار السلبية الناتجة جراء هذا الفيروس دابت مملكة البحرين على تنفيذ الإجراءات الاستباقية على كافة الجوانب لمكافحة انتشار فيروس كورونا وقد نالت على ذلك إشادة دولية وأممية واسعة كدليلا على مكانة مملكة البحرين الرائدة وقدرتها على مواجهة الكوارث والازمات بالإضافة إلى تعزيز عملها المتواصل بهدف تطوير السياسات الصحية ومتابعة تنفيذها والتأكد من الاستخدام الأمثل للموارد بأكبر قدر من الكفاءة والفاعلية لتعزيز صحة الفرد والمجتمع وضمان توفير خدمات صحية ذات جودة عالية واليوم وبعد أن بدأ العمل بالقرارات والإجراءات الجديدة الهدفة لحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين تبقى قضية الالتزام هي الشغل الشاغل مع استمرار الحاجة لقياس مدى الالتزام لكي تنعكس هذه الإجراءات على انخفاض أعداد الحالات القائمة